كده عايزة أسألك بقى تقولي إيه الفرق بين وضع المرأة قبل الإسلام وبعضه نعم بداية سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النؤر المبين سبيلا أرسلت بالتوراة موسى مرسلا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديثة وناول التنزيل الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة أيما إكرام وقد رأينا قبل الإسلام كانت المرأة تباع وتشترى كالآلة ولم يكن لها إرث ولم يكن لها قيمة وكانوا يفعلون بها الأفاعيل والقرآن العظيم والدين الإسلامي أتى إلى هذه الأمة ليبين مكانة هذه المرأة ويبين كيف يكون التعامل معها ولعلنا نلحظ هذا في كتب التفاسير وكتب الأحاديث النبوية الشريفة ولقد رأينا المثال الأول أمنا السيدة حواء عليها السلام وقد ظلمت عبر التواريخ وعبر الأزمنة فادعوا عليها أنها هي التي تسببت في إخراج أبينا آدم من الجنة وهذا كذب وافتراء رأينا القرآن قد ذكرها أكثر من ثلاث مرات وحينما تذكر نراها مع سيدنا آدم عليه السلام وبعدين حضرتك لما نجي نشوف مكانة السيدة حواء قالوا لإنها خلقت من حي أو أم الأحياء عشان كده سميت بحواء فالسيدة حواء عليها السلام كانت مع أبينا آدم عليه السلام تأكل معه وتشرب معه وتعيش معه وخلقت من ضلعه الأيسر كل هذا معلوم ولكن حينما يقال عنها أنها هي التي أخرجت أبانا آدم عليه السلام من الجنة نقول لهم كفوا عن هذا الهراء وهذا الكذب وهذا الافتراء فالقرآن واضح في النصوص البينة في سورة البقرة وسورة الأعراف وغيرهما نراه سبحانه وتعالى ويتحدث عن هذا المشهد فيقول لسيدنا آدم عليه السلام لا يخرجنكما من الشيطان فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أصل الكلام فتشقيا لكن سبحان الله العظيم الحوار هذا يبين أن الشيطان هو المتسبب الأول في إخراج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة فأينما كان السيدة حواء من الإعراب حينما أجحفوها هذا القول وظلموها كأنهم يريدون المرأة عبثا وهراء وسبحان الله العظيم قد رأيت بعض الإعلاميين وهو يأتي بالآيات ويقول في سورة صاد مثلا وينسب القول أن سيدنا آدم أن سيدنا داود عليه السلام حينما أتاه الرجلان الخصمان وقال له إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة نرى بعضهم يظلم المرأة فيشبه المرأة أعزكم الله بالنعجة من الذي ظلم هذه المرأة ومن الذي دس السم في العسل وجعلها تساوي النعجة والعياذ بالله المرأة المكرمة العظيمة التي يذكر لها سورة كاملة بسورة النساء ولم يذكر سورة للرجال مثلا ويقال سورة الرجال وإنما النساء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال والقرآن في سورة مثلا في سورة الأحزاب يقول تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات كل هذا يذكر الرجال ثم النساء معهم مباشرة في كل لفظة حتى أنه قال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة جزاك الله كل خير